معلوماتنا بتقول إن مصر بتتناقش على رقم جديد على رفع هذا الرقم من 3 إلى ربما 10 أو 12 مليار دولار يعني نقاش على رقم أكبر لدعم مصر في التحولات السياسية في موضوع سعر الصرف في الأثار اللي أصابتنا من سواء غزة أو ما قبل غزة فمحتاجين رقم أكبر مش 3 الحديث معلوماتنا بتقول ربما يصل إلى من 10 إلى 12 مليار دولار طيب إذن هي بتتكلم على التضخم بتتكلم لسه على مرونة سعر الصرف ودي نقطتين أساسيتين إذن ربما نرى سياسات نقدية أكثر تشددا في الاجتماع القادم أهم حاجة بقى في هذه القصة وأنا الحقيقة قريت مخال مهم للدكتور زياد بها الدين في هذا الإطار هو أنه طبعا قرارات المؤسسات الدولية هي قرارات صحيح اقتصادية وصحيح تقوم على الكفاءات الاقتصادية وغيرها والبرامج لكن طبعا فيها جزء سياسي ودور مصر السياسي في الفترة الأخيرة كان دور مهم وفاعل وحاسم في القضية الفلسطينية فهناك كده اتجاه سياسي عالمي أن أهمية دعم مصر فيها المرحلة المقبلة الأهم هنا أنه إذا تم وده كلام للدكتور زياد الحقيقة أنه إذا تم رفع قيمة القرد ده أنه ناخد هذه الأموال لن نعتبرها مسكنا للألام الحالية ولكن نستخدمها في أمور تدعم الاقتصاد للانطلاق أفضل سواء في الاستثمار أو في الصناعة أو في الصناعة الصغيرة والمتوسطة وأنا باتفق تماما مع هذه الرؤية مش عايزين أي مكان القرد الدعم طبعا ده قرد جديد احنا بنتكلم هنا مش على منحة مش على دعم مش على استثمار نتكلم على قرد جديد مديونية جديدة فإذا كانت مديونية جديدة بشروط لسه ما نعرفهاش طبعا فعلى الأقل هذه المديونية تكون سياسة انفقها ليس كالمسكن وليس للمشروعات القومية اللي احنا لازم نعيد جدولتها ولكن لدعم اقتصاد حقيقي يستطيع أن ينتقل بنا للمرحلة المقبلة اشتركوا في القناة